سلط الموقع الألكتروني للبيت الأبيض الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي والمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك خلال حضوره لمؤتمر المناخ وذكر موقع البيت الأبيض أن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعملان على تسريع انتقال مصر للطاقة النظيفة وتعزيز الطموح المناخي وأمن المنطقة من خلال إتاحة موارد مالية لتنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي ويستهدف برنامج نوفي إنتاج 10 جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار بالإضافة لوقف محطات تعمل بالطاقة التقليدية بقدرة 5 جيجا وات